السلام عليكم متابعي دراما سبورت رسميا خروج نادي تشرين من كأس الاتحاد الآسيوي رغم الفوز بآخر مباراة على نادي النجمة بنتيجة 3-1 وكمان رسميا خروج نادي جبلة من كأس الاتحاد الآسيوي رغم التعادل بالمباراة الأخيرة قدام نادي الكويت الكويتي على كل حال فينا نقول جبلة قدم بطولة آسيوية جيدة يشكرون عليها أما نادي تشرين فكان بالإمكان أفضل مما كان المجموعة كانت سهلة الأمور كانت بالمتناول لكن لم يتم استغلال هذا الشيء قبل ما نفوض بالتفاصيل والحديث عن مشاركة جبلة وتشرين بكأس الاتحاد الآسيوي متمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل أحيانا يا شباب بحكي كلام بحسه منطقي أو يعني كلام واقعي وبتمنى من جواتي أن هذا المنطق ما يفرض نفسه على الأقل بالكرة السورية لأن احنا دائما معتادين أنه عم نشتغل خارج المنطق فبالتالي لما بحكي أي كلام يكون نوعا ما واقعي بعيدا عن العاطفة أكيد من جواتي بتمنى غير شيء لهالسبب لما حكيت قبل مشاركة تشرين وجبلة بكأس الاتحاد الآسيوي بأنك إذا بتجيب لاعبين من الدور السوري حتى ولو كانوا لعيب مميزين ولعيب رائعين بس ما رح يفيدوا بكأس الاتحاد الآسيوي ما رح يفيدوا النادي وهذا الشيء يعني حكي منطقي بكرة القدم ما في حدا ممكن يعني يحكي كلام غير هذا الكلام إنك تجيب لاعبه لمدة أسبوع هذا الشيء ما بينعمل إلا بالكرة السورية ومعلندي السورية وبوقتها في عدد من الأصدقاء يعني اعترضوا على هذا الكلام بأن يعني تشرين عم بيعاني ما في دكة ممتازة للنادي الفريق بيحتاج للتعاقدات ونفس الشيء نادي جبلة وكان دائما رأي واضح وصريح ما بيصير تجيب لاعبه لمدة أسبوع حاكي هذا الشيء حتى عن نادي الوحدة بمشاركته بكأس الاتحاد الآسيوي لما جاء كل لاعب من شيء نادي ويلا تعوي لعبه كأس الاتحاد الآسيوي وبالنهاية ما ما حققوا نتائج وخرجوا من دور المجموعات فبالتالي إنك تجمع لعيبة أو حتى تلعب ببطولة هذا الأمر غير منطقي وبنرجع بنحكيها الكلام الواقعي أو الكلام المنطقي اللي إحنا بنحاول نمرره لرؤساء الأندي أو اللي بتفهم بالرياضة من جواتنا بنتمنى إنه المنطق ما ما يفرض نفسه وإن شاء الله يعني يعملوا نتائج ويتأهلوا من دور المجموعات خصوصا بأن تشرين أساسا كان بمجموعة سهلة بمجموعة كانت بالمتناول بشيل جبلة على جنب تشرين كان بمجموعة سهلة وممكن العامل اللي ما خلت تشرين يتأهل من دور المجموعات هو التعاقدات التعاقدات اللي عملها نادي تشرين أثرت بالفريق أكتر من نادي جبلة جبلة كمان عملت تعاقدات لمدة أسبوع لكن تشرين تأثر فيها أكتر ورح أحكي السبب ليش تشرين تأثر وجبلة ما تأثر وبظن شفتوا المباراة الأخيرة لنادي تشرين قدام النجم اللبناني حقق فيها الفوز بنتيجة 3-1 مين سجل الأهداف؟ لعبة الدوري اللي يلعبوا مع تشرين هذا الشي ما نوانطقاص من قيمة محمد الواكد أو تامر الحاج محمد أو كرم عمران أو خطاب مشلب ما نوانطقاص محمد الواكد مع نادي الجيش نجم تامر الحاج محمد مع نادي الكرامة نجم اللي يفعلي مع نادي الفتوة نجم فهاللعبة مع الأندية اللي بيلعبوا فيها بالدوري نجوم بس إنك تجيب هذا اللعب لمدة أسبوع لحتى يلعب معك فهون الأمور تكون مختلفة تماما بمباراة تشرين والنجمة الشوط الأول انتهت بنتيجة 3-0 شفنا الفريق متماسك الفريق بعيدا عن المبارتين يعني مع هلال القدس والرفاع الشرقي اللي كان الفريق فيه مفكك اليوم شفنا الفريق متماسك على الأقل بالشوط الأول وبيلعب بشوية روح الشوط الثاني واضح جدا الفريق انهار بدنيا كحال كل الأندية السورية بيبقى السنوات الأخيرة نحن فرقنا بتنهار بدنيا ومعروف السبب معروف السبب أغلب لعيبة الدور السوري عم بيأرقلوا وعم بيدخنوا أغلب لعيبة الدور السوري الأراجيل والدخان نحن ما عم نحكي عن سيجار لأحتفال معين أو سيجارة باليوم لا لا الشباب يعجبوك باليوم باكيت دخان أقل شيء فبالتالي انت هون عم تحكي عن انهيار بدني واضح وفاضح بالنسبة لتشرين بالشوط الثاني بيتحملوا أكيد إدارة النادي اللي ما جابوا معد بدني أو ممكن جابوا بصراحة ما بعرف فيه معد بدني بتشرين أو لا أساسا فيه بالدور السوري معدين بدنيين عم يشتغلوا أو لا على كل حال الخسارة التشرين أو عدم تأهل التشرين من دور المجموعات بظن بيتحمل المسؤولية بالمقام الأول إدارة النادي وأكيد المدرب المدرب أساسا ما كان لازم يقبل بموضوع أنك تجيب لعيبة من خارج النادي لمدة أسبوع أنا لو مدرب بلعب باللعيب اللي عندي بلعب باللعيب اللي عندي وبعطيه هنا ثقة أنك أنت فزت بالدوري السوري وحققت نتائج ممتازة بعطي هاللعيب اللي أنا لعبت واللي دربتهم خلال الموسم أما بجيب لعيبة آخرين حتى ولو كانوا نجوم لحتى يلعبوا بشكل أساسي على حساب لعيبة اللي حققوا معي الدوري فهون أكيد المدربة بيتحمل المسؤولية وإدارة النادي بتتحمل المسؤولية لكن لو المدرب قال أنا ما بدي هاللعيبة وما بحتاج لهاللعيبة وأنا واثق من لعيبتي هذا الموضوع أنا شددت عليه قبل مشاركة تشرين بكأس الاتحاد الآسيوي بين اللعيبة الحاليين الموجودين بنادي تشرين حققوا لقب الدوري بقدموا مواسم رائعة جدا ثلاث مواسم ممتازة ليش؟ ليش رح تجيب لعيبة آخرين وتفرض هاللعيبة بشكل أساسي على حساب المجموعة اللي كانت عم تلعب فمشكلة تشرين ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي كانت ذهنية ونفسية ونفس الأمر مع نادي جبلة على اختلاف المعايير ليش كان فيه اختلاف للمعايير أو فينا نحكي بأن جبلة لعيبة جبلة ما تأثروا بالتعاقدات لأن نادي جبلة ولعيبة جبلة كانوا عارفين يعني بأن المجموعة صعبة أن المجموعة أصعب من قدرات اللعيبة الحاليين فبالتالي لما رئيس نادي جبلة أو لما النادي عملوا تعاقدات مع هالأربع خمس لاعبين اللعيب الآخرين أخذوا الثقة ارتاحوا نفسيا فبالتالي زهنية ونفسية اللاعبين كانت أفضل من لعيبة نادي تشرين أي إن جبلة اشتغل على موضوع الروح المعنوية على عكس نادي تشرين اللي فقد الروح المعنوية وأنت هون ما عم تحكي عن تكتيك لا من هذا النادي ولا من هذا النادي أنت عم تحكي عن الروح المعنوية تشرين افتقدها بينما جبلة اكتسبها بالتعاقدات لأن جبلة كان بيحتاج للتعاقدات لحتى يقدم بطولة كأس اتحاد أسوي مشرفة وبالفعل قدم قدم اللي عليه بهذه البطولة وما خسر بنتائج وما عك كرويا كان عم بيقدم مستوى دفاعي جيد وبشكل عام اللعيب اللي عمل معهم التعاقدات أنس بلحوس قدموا مباريات رائعة جدا عبد الرحمن بركات كان جيد عبد الملك عنيزان كان جيد حسين جويت كان ممتاز جدا خالد مبيض كمان كان جيد محمود البحر هو ابن النادي فما فيك تحكي من هذا التعاقد جديد بشكل عام ها هي المشكلة الاساسية اللي دائما عم نحكيها بكل بطولة كأس اتحاد آسيوي يا جماعة التعاقدات اللي عم تعملوها بالدور السوري خاطئة التعاقد مع لاعب أجنبي لمدة أسبوع أو لاعب محترف خارج حكيناها كمان عدة مرات عن نادي الوحدة وعن بقية الأندية وعن نادي الوثبة لما شارك بكأس الاتحاد الآسيوي يا جماعة لا ترتكبوا هالأخطاء بالبطولات القادمة بالبطولات القادمة إذا شاركتوا لازم تشارك بقوام الفريق أو تلاقوا حلول لما أنت بتفوز بكأس الجمهورية أو بتفوز بالدوري من بداية الموسم تتعاقد مع لاعبين اتجهز هاللاعبين لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي ما تجي متأخر لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي وأنا ما عملت تعاقدات وكانت عندي مشاكل مادية ومشاكل مالية وما كانت في عقود رعاية أو ما كانت في شركات عم تدعم ولا في أصحاب أموال عم يدعموا وأنا هالأ جاي لحتى شارك ويجيب كم لاعب لحتى أقدم مستويات ما فيك تحقق أي ألقاب بهذه الطريقة نحن عم نحكي عن إدارات هاوية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى انت فايت ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لازم تكون مجهز لازم تكون مجهز لهذا الأمر انسى الدوري انسى أي شي انسى جهز لكأس الاتحاد الآسيوي انت واصل لمرحلة بين هاللعبين بيحتاجوا بالفعل لبطولة بطولة خارجية سوريا بحاجة لبطولة خارجية ما أخشفنا لا تجهيز ولا أي شي جبلة ما بيتعاتب جبلة فاز بكأس الجمهورية لكن ما بيتعاتب فريق لعب ضمن الإمكانيات وقدم بطولة ممتازة جدا لكن تشرين كل العتب وكل الانتقاد أكيد لازم يكون لإدارة النادي وللمدرب اللي كان لازم يكون واسق من لعيبته اللي فاز معهن بالدوري كان لازم يكون واسق من هالشي وشددنا وحكينا إلنا ممكن جواتنا بصراحة يعني كنت بتمنى المنطق ما يفرض نفسه وتشرين يتأهل وجبله يعمل نتائج ويتأهل ليش لا كنا بنتمنى هذا الشي لكن دائما المنطق بكرة القدم غالبا بيفرض نفسه أساسا نحن ما لنا محظوظين بكرة القدم كسوريين يعني ما لنا محظوظين فلا تستنى الحظ يشتغل لحتى تكسبه لحتى تتأهل هذا الشي اللي كان بيعملوا نادي الكرامة ونادي الاتحاد ونادي الجيش لما حقق لقب كأس الاتحاد الآسوي بال2004 ونادي الاتحاد اعتمدوا على لعيبتهم على اللعيب اللي كانوا عم بيلعبوا بالدوري نعم كانت في بعض التعاقدات لكن التعاقدات ما كانت فقط لبطولة كأس الاتحاد الآسوي التعاقدات كانت للعب مباريات الدوري فبالتالي كنت بتلاقي الانسجام كنت بتلاقي دكة نادي الاتحاد ونادي الجيش لساتني بتذكرها بكأس الاتحاد الآسوي لأنه كانت دكة قوية بنفس مستوى الأساسيين وكان الفريق موحد الفريق منسجم حاليا انت ما عم بتشوف هذا الشي لمسألة الترقيع اللي عم بيحصل نتيجة الإدارات الهاوية واللي ما عم تشتغل بطريقة صحيحة على كل حال هارد لك لا نادي تشرين ولا نادي جبلة رغم فوز تشرين ورغم تعادل جبلة الفريقين خرجوا من بطولة كأس الاتحاد الآسوي تجربة ممكن تكون إضافة لهالناديين وإضافة لبقية الاندي اللي ممكن تشارك بالمستقبل يا جماعة بكفي عم نرجع ونعيد بنفس الكلام كل بطولة كأس الاتحاد الآسوي عم نرجع ونعيد بنفس الكلام هذا الأمر اللي انتو عم تشتغلوا فيه خاطئ خاطئ وبعيد عن كرة القدم اشتغلوا بطريقة صحيحة عندك بطولة كأس الاتحاد الآسوي عميل تعاقدات من بداية الموسم اشتغل على خلق الانسجام رح تلاقي بطولة كأس الاتحاد الآسوي أسهل مما تتصور أسهل مما تتصور بس بتجي دائما متأخر على البطولة وبتعمل تعاقدات من هون وهون فأكيد رح تلاقي الصعوبة ورح تلاقي عدم الانسجام ورح تكتفي بالروح الروح لوحدة ما بتخليك تتأهل ولا بأي شكل من الأشكال إلا أحيانا لما ما يكون المنطق أو لما بتكون الفرق الأخرى سيئة جدا وبالتالي بتسمح لك بالتأخل غير هيك ما رح تتأهل من بطولة كأس الاتحاد الآسوي لأن هاي البطولة فيها أندي على الأقل عم تشتغل بكرة القدم نحن ما نشغالين بكرة القدم للأسف الشديد بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة